لم يختلف عن الأعوام الماضية استمرت فيه جولات الحوار الفلسطينية لإنهاء الانقسام المتواصل منذ أكثر من 13 عام في ظل استمرار حصار إسرائيلي أنهك سكان غزة فالمساعة المصرية استمرت خلال هذا العام لإنهاء الانقسام إلا أن ثمت معطيات واختلافات سياسية بين حركتي فتح وحماس حرمت الفلسطينيين من تحقيق مصالحة طال انتظارها الجولة الأبرز للمصالحة الفلسطينية هذا العام كانت في تركيا حينما توجه كل من فتح وحماس إلى اسطنبول من أجل تذليل العقبات التي تقف أمام إنجاز المصالحة لكن هذه الجولة أثار التساؤل حول ما هي الدور التركي في الملف الفلسطيني وهو ما دفع وفد من حركة حماس للتوجه للقاهرة للتأكيد على دورها المحوري في القضية الفلسطينية وتلا ذلك لقاء مشترك بين فتح وحماس في القاهرة لاستكمال الحوارات التي استمرت حينها ثلاثة أيام لتنتهي باتهام حماس بإفشال الجولة بينما الأخيرة كشفت عن عرضين قدمتهما لحركة فتح لإتمام المصالحة وتتمحور تلك العروض حول ضرورة إجراء انتخابات بشكل متزامن والشراكة في إدارة الحكم دون معارضتها لأن يكون الرئيس محمود عباس هو المرشح لمنصب الرئاسة لكن فتح رفضت العرضين وعادت الحركتان إلى مربع الاتهامات الأول الفشل في تحقيق المصالحة دعا مؤسسات حقوقية لإطلاق مبادرات تدعو للوحدة الداخلية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية دعوات تفوقت عليها المصالح الحزبية لكل من فتح وحماس وهو ما لا يبشر بأن العام القادم سيحمل آمال جديدة لتحقيق المصالحة حسب ما يرى الشارع الفلسطيني في غزة الذي غاب عنه التفاؤل بعد عشرات الحوارات الفاشلة والتي ألقت بتداعياتها على حياتهم الاقتصادية والإنسانية واليومية محمد بنموس الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر